لا تزال نتائج الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا محطة تساؤل وموضع القراءة والفحص لكن هذه المرة لدى صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية التي نشرت تقريرا لا قرواجا في الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية ما استدعى ردا من الهيئة المستقلة للانتخاب التي وصفت التقرير بأنه تقرير الفتنة الذي يقسم الأردنيين الصحيفة الأمريكية قالت في تقريرها أن الانتخابات النيابية كانت الأقل ديمقراطية في تاريخ البلاد متسائلة عن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات بالرغم من أن 60 دولة حول العالم أجلتها بسبب كورونا وأشارت الصحيفة إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الوباء قوض نزاهتها فقد انخفضت نسبة المشاركة من 36% في الانتخابات السابقة إلى 29% هذه المرة لأن المرشحين لم يكونوا متأكدين فيما إذا كانت الانتخابات ستجرى وبالتالي ما كان ينبغي عليهم إطلاق حملاتهم تقرير الواشنطن بوست تطرق كذلك إلى شراء الأصوات عوزيا ذلك لارتفاع نسب البطالة خصوصا في ظل الوباء وتعطل كثير من الأعمال ما أفسح المجال للمال السياسي أن يعمل عمله أما القانون الانتخاب فقد كان يعزز الانقسام بحسب التقرير فقد ظهرت انتخابات 2016 أن هذا القانون يجعل من الصعب على أي قائمة أن تفوز بأكثر من مقعد واحد في كل دائرة لأنه من المرجح أن يفوز المرشح الأعلى فقط وبالتالي سيعمل أعضاء القائمة على ثني ناخبهم عن دعم حلافائهم في القائمة واعتبر تقرير أن القانون الانتخابات الحالي يصهم في استمرار إفراز نواب على أسس عشائرية أو رجال أعمال أثرياء وردا على ما جاء في الصحيفة علق الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المؤمن في منشور له على فيسبوك معتبرا أن اهتمام بعض المثقفين بتقرير الصحيفة مستهجن إذ ليس في التقرير ما هو زائد عما يتدوله الأردنيون عن الانتخابات سوى أن التقرير ينوي أن يقسم الأردنيين بحسب كلامه كما انتقد المؤمن الاتهام المبطن من الصحيفة بأن الانتخابات هي السبب في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا معتبرا أن ذلك غير صحيح فقد تزايدت عدد المصابين قبل شهرين على الأقل وما بين سجالات وجدالات دائرة حول مجلس النواب التاسع عشر تنتظر الملفات الساخنة النواب الجدد فيما ينتظر المواطن حلولا لأزماته الاقتصادية والاجتماعية والصحية فهل يقوى البرلمان المقبل على مواجهة هذه الاستحقاقات أم سيكون نسخة عن سابقه في مواجهة السخط الشعبي